انطلقت الجولة الثالثة من حملة اللقاح الروتيني في محافظة إدلب والتي يقوم بتنفيذها فريق لقاح سوريا ومديرية الصحة بإشراف منظمة الصحة العالمية واليونسيف وتستهدف الحملة ما يقارب 300 ألف طفل من عمر يوم واحد وحتى الخمس سنوات وتستمر لعشرة أيام بدأت حملة اللقاح الثالثة الروتينية في يوم السبت 22.11.2016 طبعا هذه الحملة ستكون استكمال للجولتين السابقتين اللي سبقوا بفارق شهرين لكل جولة فريق اللقاح في المحافظة يتكون من غرفة مركزية تشرف على ثمانية مناطق والتي تضم 32 مركزا ويتم أعطاء لقاحات كالخماس والحصبة الألمانية بالإضافة إلى لقاح ضد شلل الأطفال الذي يؤخذ عن طريق الفم وكل لقاح يعطى لفئة عمرية محددة وفق آلية منظمة أول شيء من نظم الدور ناخد الكروت من الأهالي بعدهم نشوف حسب اللقاحات الماضية من الجولة الماضية نشوف اللقاحات المعطية من كملة بهذه الجولة اللقاحات آمنة وفعالة حسب معايير منظمة الصحة العالمية واليونسيف وتستخدم في جميع أنحاء العالم ويدعو فريق اللقاح الأهالي للالتزام بالمواعيد واستكمال الجرعات لتقي أطفالهم من خطر الأمراض المستهدفة باللقاح ومضاعفاتها أنا هلأ جيت على مركز اللقاح لقاحة ابني هاي تالت مرة بهذه الفترة هاي بهذه السنة ممكن لقحته تالت مرة في تسهيلات كتير كتير من آيمين على الموضوع اللقاح الموردين للدكاترة يعني بنصح الأهالي كلها الأهالي الأطفال اللقاحات آمنة ضرورية أما عن الصعوبات التي تواجه الحملة فكان أهمها سوء الوضع الأمني والقصف المستمر على مختلف أنحاء المحافظة لا سيما استهداف مراكز اللقاح والفرق بشكل مباشر من قبل الطيران الحربي بدأت الجولة الثالثة من حملة اللقاح الروتني والتي شهدت في أيامها الأولى إقبالا ملحوظا في بعض المراكز وأقل من ذلك في مراكز أخرى نتيجة تصعيد النظام من قصفها على قرى وبلدات المحافظة هاشمال عبدالله أوريانت نيوز ريف ودلب